سمعت أحدهم يقول مشاهدة الأفلام الإباحية تعتبر من الزنا كيف ذلك هو عموما قول النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الأمر أنا قلت عموما ما في شيء يسمع عموما عموما تستخدم رأي العموم يعني رأي الأغلب نحن نستخدمها عموما على كل حال فأنا أنسحب منها أتراجع وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين تزني وزناها النظر والفم يزني وزناه القبل واليد تزني وزناها البطش والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فالقصد أن أعضاء الإنسان يقع منها الزنا ولكن الزنا الحقيقي الذي يقام عليه الحد فيه سواء كان محصن أو غير محصن إن كان غير محصن يجلد وإن كان محصن يرجم هو زنا الفرج أما النظر إلى هذه الأفلام فهو من زنا العين لكنه ليس الزنا الذي يقام فيه الحد لكنه زنا من باب أنه زنا العين أعاذنا الله وإياكم من ذلك